هننتقل بعد كده للبيونت فورس أو قوة الطفو هنعرف ايه هي قوة الطفو وازاي بتأثر على الأجسام طبعا قوة الطفو مرتبطة بالأجسام اللي بتكون مغمورة في المواقع ما هي البيونت فورس يبقى اتجاهها بيكون لأعلى بنور مظلها بالرمز مبزولة بواسطة الفلويد على أي جسم مغموس جزئيا أو كليا في الماء الجسم بيكون في حالة اتزان لابد ان يكون في قوة رد فعل الأعلى توازن قوة الجاذبية الأرضي حسب لأرشميدس قوة الطفو أو البيونت فورس اللي زا مغنيتو دوف زا بيونت فورس always equal to the weight of the fluid displaced by the object حسب قوة الطفو واجد انها بتساوي وزن الفلويد المزاح بواسطة الأبشكت والمبدأ بنسميه أرخميدس بنور مظلية كسافة السائل برو فلويد إزاي نحسب الابوورد بيونت فورس اللي بيها تساوي رو فلويد في الفي للأوبشكت في الجي تسارع الجاذبية الأرضي عشان أحسب وزن السائل اللي بيزيحه الجسم الوزن عبارة عن إيه عن الام في الجي حجم السائل اللي هو حجم الأوبشكت لكن أضرب فيه كسافة السائل عشان أحسب وزن السائل الداون وورد جرافيتشنال فورس اللي هي الفي جي هتساوي هنا بقى رو للأوبشكت في الفي للأوبشكت في تسارع الجاذبية الأرضي لأن هنا بحسب وزن الجسم وليس وزن السائل يبقى أفرق بين البيونت فورس أستخدم في حسابها كسافة السائل إنما الفي جي اللي هو وزن الجسم أستخدم كسافة الجسم بعض المعلومات المهمة أو الملاحظات اللي نخلي بلنا منها if the density of the object is less than the density of the fluid لو كسافة الجسم أقل من كسافة السائل the unsupported object accelerate upward يبقى الجسم يتصارع لأعلى if the density of the object is more than the density of the fluid الرو للأوبشكت أكبر من الرو للفلويد the unsupported object unsupported يعني إيه؟ يعني ما في قوة بتساعد الجسم غير قوة الوزن بتاعه the unsupported object sync أو يغوص زي ما احنا شايفين في الحالة بيه أو يتصارع لأسفل يبقى في الحالة الأولى لو كسافة الجسم أقل من كسافة السائل الجسم يتصارع لأعلى ليه؟ لأن في الحالة دي البيونت فورس هتكون أكبر من الـ FG إنما لو العكس كسافة الجسم أكبر من كسافة السائل هتكون الـ FG أكبر من البيونت فورس عشان كده الجسم يتصارع إلى أسفل هنشوف الفلاش اللي معنا بيوضح لي الموضوع هذا ببساطية هنا هستخدم السائل بتاعها عبارة عن الـ H2O أو الماء كسافته معروفة 1 جرام بير كيوبك سنتيمتر لو أنا زودت كسافة الجسم إيه اللي حصل؟ الجسم حصل له تصارع على أسفل ليه؟ لأن الـ FG أصبحت أكبر من البيونت فورس هنعمل العكس نقلل كسافة الجسم الجسم في الحال دي حصل له إيه؟ طففه وسطح الماء لأن البيونت فورس اللي هي الـ B أو الـ FB أصبحت أكبر من الـ FG اللي هو وزن الجسم طيب لو خلناهم لتنين جعلناهم متساويين واحد وواحد الجسم ما يحصل له إيه؟ هيعلق لا يطفو ولا ينزل لأسفل هيعلق في السائل